بسم الله الرحمن الرحيم هنكمل مع بعض دروس T++ النهاردة هنتكلم عن حاجة جديدة في الـ functions وهي الـ built-in function يعني ايه built-in function يعني function موجودة جوه البرنامج انا باستدعيها زي الـ cn والcout موجودين جوه البرنامج انا باستدعيهم عشان استدعيهم كنت بحتاجة اعمل include للهيدر بتاعهم للفايل الاساسي بتاعهم اللي هو مين الـ iostream هنتكلم النهاردة عن هيدر تاني حاجة اسمها include themeath ايه themeath دو؟ themeath دوت عبارة عن هيدر خاص بالدوال الرياضية زي ايه؟ طبعا انا مش هقدر اقولهم كلهم بس هنقول جزء منهم كده عشان يعرفنا الدنيا ماشية ازاي في الدوال ده هقول له cout ya cd لده اللي اسمها scared يعني جزر تربيعي المين الـ 2 بلاش 2 عشان 2 مالهاش جزر نقول لسه الـ 16 سكيرت بتاخد مني رقم float ما بتاخدش رقم صحيح تمام؟ وهعمل له end line وهعمل run كده دلوقتي طلع الـ 4 طيب ممكن ايه جا اقول له cout لباور سوري باور بتاع مين؟ اعمل لي يا cd 3 كمى 3 هيجيب لي هنا القس او الـ power يعني بيرفع لي قس الحاجة هيجيب لي التلاتة الاولانية دي قس تلاتة الرقم الاساسي زي ما انتم شايفين double الرقم اللي تحت اللي هو الـ base بتاع القس ده لازم يبقى double الرقم اللي هو اللي بتحطه فوق في الكاس للا مش لازم يبقى double يعني ممكن ايجي اقول له بدل خمسة بوينتزيره وعمل ران هلقي طلع لي مية خمسة وعشرين لها خمسة قس تلاتة في عندي كمان فونكشن مثلا الساين و الكوزاين الخاصين بالعمليات اللي هي بتاع الزاوية ممكن اقول له ساين اف اي رقم ساين اف تسعين صح جيب لي الساين بتاع الدرجة تسعين طبعا هي ما ينفعش تحط في سي قوت بس عشان خاطر الارجم انت بتوعها يتضبطه في مين غير الساين ممكن نقول افس الخاص بي نيجاتيف تسع افس دي بتعمل ايه بتجيب لي الابسليوت فاليو ايه الابسليوت فاليو عارفين اللي هي الحدين اللي كنا بنحطوهم في الماسماتيكس العادية انا بحط الخطين جنب الحاجة عشان لو الحاجة جاية لي نيجاتيف يحولها البوزيتيف على طول بتشيل العلامة بمعنى اصحب تشيل الاشارة في عندي حاجة كمان اسمها فلور اعمل بس هنا اندلاين على فانتباندوين العملية وهنا اندلاين لو بصينا كده هنلاقي ان اخر واحدة دي اعملت ايه شالتلي الكسور يبقى فلور دي بتحولي الدابل بتاع الانتجر ابس شالتلي العلامة بتاع الانتجر الباو جابتلي الباور السكيرت جابتلي الجازر التربية في عندي بقى الساين والكوزين والتان والكوتان والحاجات دي كلها موجودة عندي حاجات كتير خاصة جدا بالتقريب عندي دوائل خاصة بالعمليات العشوائية او الارقام العشوائية الفكرة aquí ان احنا عرفنا انه فيه class اسمه المس المس دواء بتشايل حاجات اصيات بتاع الرياضه عمليات اصيات هنا فيه حاجات على ف فكرة لياها علاقة بالمانيموم والماكسيوم ايه لو دخلنا على اي اي سيرش انجن وكتبنا جواه cmasFunction INC++ هتلاقيه اطلعلك لست بكل اسمائي الفانشن اللي الموجودة جواه تمام cmas مش كلاس الوحيد بس وهو من اشهر الكلاسات اللي بانستخدمها هنتعرف في الدروس جاية بعد كده على كلاس تاني اسمو سترينج يعني فيه كلاسات تانية كتير هنستخدمها في حياتنا بس دول الأساسيين اللي عندنا دلوقتي أتمنى أكون أفضتكم في الدرس ده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته